وفي منزل عوسمان بدريا بسرق روح بيت يا روح جو ما هتتأخرك ده ايه ايه ده حلم ولا علم اكيد حلم بس حلم جميل جوي جوي ياه يا روح ومعقول ده يحصل وتبقي مرض سجر وفي الخارج ايوه يا اما صباح الخير صباح النور يا جالب امي يلا فتوري عشان المدرسة البت هبة ما جدش يا اما لا ما جدش من ساعة ما كانت اهنه مبارح تلاقيها يعني تعبانة من الشغل هناك منك لله يا بنتي محسن المناجد وعسان العوافة يا خالتي يعافك يا دناي وعلاق لسا مصحيشك ده هنتأخره عالشغل عاد هشوفو يا دناي وفي غرفة علاء علاء جوم يا علاء عسان برا في ايه في اما سيبيني نمعات تنام ايه جوم الشغل هنقله مني نجوم مش جايم يا اما مش جايم اقده طب يا علاء وفي الخارج ايه ده عسام راح فين مشي اعرف اللي فيها ان ابنت مش هيسحة دلوة سلام انا رايح المدرسة ولو البت هيباجات خليها تحصلني ماشي يا دناي وفي فيلا العزيزي اعدنا الفطار شاكر انا كلمت حاتم الزهار وهي دي الشركة النهار ده علشان نمضي العاجد تمام بس طبعا الشغل ده يبقى بشرطمة سلام عليكم فطار الهنة يا جاسر يا ولدي ما تكمل وقلك اعلش يا اما لان في حالة مستعجلة في المستشفى سلام سلام يا ضناي ربنا يجويكم يا رب بكرا يتجوز ويتهنوا مع رئيسهم ولا ايه يا حنات اللي تشوفي يا خديجة يا اختي وفي يا اماعات كل خير يا ضناي كل يا رحمة انت مبتك ليش واصل وصباح بستفزاز يا رحمة مش ناوية تجيب عيل ولا ايه تم تتجوز ويجيب انت يا صباح ده انت حتى تكبر مني قصدك ايه عد يا رحمة السلام عليكم انا رايح المدرسة شايف مراتك يا شاكر بطل انت عاد تحط نجرك من نجرها ومالكيش صالح بيها سلام عليكم استنى يا شاكر انا جاي معاك اروح انا كمان اشوف الارض سلام عليكم وعليكم السلام ومن داخل المدرسة رحمة كيفك يا روح الحمد للزينة يا رحمة مالك عاد شكلك مزينة قلقنا على البتهبة مجتش النهاردة تفتكر يكون حصل ايه عاد ما خبراش بس جلبي مقبول طب اسمعي تعلي ندخل واول ما نخرج نروح نسأله عليها يلا وفي المستشفى جاسر كانت بتفتحينيها وتعبانا وبيبصلها باستغرب الحمد لله على السلامة وهيبة انا فين انت في المستشفى ايه ليه ايه اللي حصل عاد ده انا اللي لازم اعرفه منك انا فكراش حاجة واصف وحمدان جاي عملت يا يا بنت الكل انا ما خبراش مين ده ابو سيدك ساعدني انت مين يا جرع انت ده ابو اللي ما تتسمى دي اخرجوا برا عاد برا وحمدان بقبروت احنا مش ماشيين من اهني خالص والبت دي ملناش طالح بيها واصل كفاية كوم اللحم اللي عندي يلا يا روحي وجاسر حسبي الله ونعمل وكيل فيكم وبينظر بألم الى ذلك التائها وليقسم على حمايتها وعلاجها مهتما بتكلفة الامر وفي مكتب ساقر كانوا عادين ساقر وشاكر وهم يتابعون بعض الملفات المهمة اسف حتى اخير ولا يهمك يا حاتم بيه اتفضل احنا وفقنا على العرض بس بشرط نحن وحاتم مش فاهم يعني ايه بشرطكم وساق يعني لازم ان نكشفه عن كل حاجة قبل ما تتسواك وكل التصاميم اللي تتعمل ويندي الموافقة النهائية دي مش طريقة شغل يا جماعة اهدى بس يا حاتم بيه انت عارف انينا صعايضة والحاجات دي حساسة جوا عندنا فكر زين يا حاتم بيه ونستنى ردك بس طبعا حضرتك مع زوم عندنا النهار دي اننا كسبنا صفقة مهمة جوي ربنا يسهل ومن قدام المدرسة روح باستعجال يلا عاد نروح والهبئ يلا ايه ده ساقر اخوي وساقر بابتسامة سحرة وعشقة قلتاج اوصلك لاني نعمان راح مع ابوي كيفك اروح زين يا ساقر بيه تسلم انتو كنتم روحين ولا رايحين فين عاد لا رايحين لهبا صاحبتنا لاننا جلجانين عليها جوي فبتعال اوصلكم بيتها ويتسألوا عليها انا خايفة وجلجان عليها جوي اوعد قولك دي واصل اوعد خافي من اي حاجة واصل تسلم يا ساقر بيه يلا يا ساقر او في مستشفى جاسر رحمة بدموع وهي تحضن هبة الف سلام عليك يا خيتي الف سلامة ايه اللي حصل لك يا قلب اختك انتو اخواتي ايوة يا قلبي اخواتك انتو عرفت انها هنه اذا صجر احنا عند ابوها الواصي ديه وهو دل على هنه ايه اللي حصل يا جاسر البنت ديه في حد حاول يعتدى عليها اقصاد ديه رمت نفسها من البلكونة ففجلت الزاكرة وتشلت اتشلت بقول لك يا جاسر تكاليف علاجها علينا كلها فاهم من غير ما تقول يا صجر البنت دي خلاص بقت مسئوليتين وفي الشارع رحمة بسعادة الله ايس كريم ده انا بموت في جوي حاضر اجيب لك انت يا روح اه شكرا يا زقر بيه مش عاوزة مش عاوزة كيف عاد خدي عاد ده بيتلع فيها فلوص والله يمكن نكسب تمسكوا كله عاد قبل ما يسيح لا انا اقولها في البيت لازم امشي لحسن اتأخر تجوي طب يلا بينا وبالليل كانت تجلس روح ويتفتح لبيت الايس كريم لتسعق مما بها كان فيها مبلغ كبير من المال وبتاخده وبتعده وبتنصدم من المبلغ بتشعر بخنجر داخل قلبها وبتمسكهم بدموع وغضب وبتروح لقصر العزيزي ومن امام القصر كانت الفلا امتلقت بحجد من المعزيم فكانت الانوار في جميع الانحاء وروح بدموع قصره عم عبدو لو سمحت عايزة جابل سجر بيه تي ايه اللي جابك يا روح يا ضنايه مش كفايا اللي حصل المرة اللي فاتت ورحمة جات روح ما بتدخليش ليه عايزة تكلم مع سجر بيه لو سمحت يا رحمة سجر حضر حضر يا روح وصباح بغضب ايه اللي جابك هنا يا بتنتي مش كفايا المرة اللي فاتت بس هجو ليه ما انت بكحة وما عنديكش دم هو سقر ايه جا روح نورتي فضلي وروح بدموع قلم وهي بترمي الفلوسة على الارضية امسك فلوسك يا سجر بيه واجلع الجناعة اللي انت لابسه لان حاجكتك انكشفت خلاص انا مش شحاتة يا سجر بيه ولا مش لاجي اكل ولا عايزة احسان وشفجة من حد ما كنتش محتاج تحطيلي خمس تلاف جنيه بحلهم في علبة الايس كريم تفضل فلوسك ويريد تفكر قبل ما تكسر نفسي غلبا وسقر بحده وهو بمسكها من ايدها تعالي معايا عاد سيبني عاد سيبني وكده خلصت حلايتنا النهاردة تفتكروا سقرها هيعمل ايه يا ترى روح كانت فعلا بتحلم هستنى اجابتكم وتوقعاتكم لاني محتاجة منكم دعم ودعم كبير ولو انت وصلتوا الاخر من الحكاية ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراكوا في القناة وتفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بكم وليكم دومتم سالمين اشوفكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته